بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نقرأ ونشرح بإذن الله تعالى سورة الإخلاص سورة الإخلاص لماذا تسمى بهذا الاسم؟ لماذا تسمى بهذا الاسم؟ لأنها أخلصت في وسف الله خالصة ليس فيها إلا وسف الله سبحانه وتعالى وليأنها تخلص قاريها من الشرق إذا أخلصت لك الشيطان في ذات الله ماذا تسمى؟ من العلاج تقرأ سورة الإخلاص فتخلصك من هذه الوشال فضل هذه السورة تقرأ سورة الإخلاص تقرأ سورة الإخلاص وليأنها تقرأ سورة الإخلاص لأنها تقرأ سورة الإخلاص قصص خبر عن الله وهذا أشرف ما في القرآن وإخلصت لأنها تقرأ سورة الإخلاص وليأنها 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 تقرأ سورة الإخلاص تصلي ركعتين سنة الطواق تقرى في الأولى بعد الفاتحة قل يا الكافرون وفي الثاني بعد الفاتحة قل هو الله واحد الإخلاص سورة الإخلاص تقرى أدبار الصلاة المفروض الخمس سورة الإخلاص يقول الله سبحانه وتعالى فيها قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وكل من يصح توجه الخطاب إليه وكل من يصح أن نوجه الخطاب إليه نحن نقول الله سبحانه وتعالى لَمْ يُسَمَّ أَحَرْ بِهَذَ الْإِسِم إِلَى اللَّهُ قَيْلَ النُسْمِ اللَّهُ الْأَعْرَ وَهُوَ مَرْجِعْ لِكُلَّ الْأَسْمَ تقول اللَّهُ الْعَلَةِ هذه اللهم تقول مالذي بي processes يعني عندما تقول أحد يعني أنى أُفري دى الله سبحانه وتعالى ولا أعوم كان أَنْ يَكُنْ مَعَ الله مُسحرِك فِي تَوْحِينَ رُّقُبِيَةِ وَلَى الُلْهُيَةِ وَلَى الْأَصْمَعِ وَسْيْcanِ تقلقى يتبقى يتبقى ليسوا وهم وهم يتبقى وهم يتبقى وهم 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 يتبقى لن يفتح الوضع يعني يفتح الوضع لا يفتح الوضع لأنه يجب أن يرى الله يفتح الوضع وكان يفتح الوضع أخذ الوضع حسن الجو لن يفتح الوضع بحيث كتار من النساء الإخير تتخل على طلب قل هو الله أحد يقول نعم نقول كيف تقول أنه الله أحد و تدعو غيره إذن أحد لابد جفغت بي توحيد الربوبية بي توحيد الولوهية بي توحيد الاسماعي وصفر أحد ده تقول تابتشojم الله أمضروar نعم قل هو الله أحد الله سمد السمد الذي تسمد إلي الخلاق في حواجة يعني لا يمكن أن نرجع عند الحاجة إلا لله الله سمد تقول كيف تجيث بي تجيث نفوية تقول كيف تجيث و هو الذي قام بي نفسي و قام غيره بي يعني كل شيء مفتقر إلي و هو مستغني عن كل شيء ده جزو جيه أشت نفويتار بل كيف تجيث نفويتار بل مضروar ده نكا نفويت و هو سييد الذي قام لأفي سود قام لأفي ربوبية قام لأفي ألوهية قام لأفي أسماعي وصفر أحد سمد زودي اپرسوس نه بي بي نفويتار 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 يعني لأفي عند الحوا جرج إلى غير الله هذا لم يشهد ألا الله سبحانه وتعالى سمد وَلَمْ يَلِك وَلَمْ يَلِك وَلَمْ يُلَك يعني الله سبحانه وتعالى مستغني عن العررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر وَلَمْ يَلَمْ يَلِك والله لا يسا كم يثلي شيء والأبد يحتاج الالوالد ذاكبر والله مستغني عن كل شيء اذا لم يلد ولم يولد نف الله سبحانه عن نفسي الوالد والوالد لكامالي سبحانه وتعال اذا لم يلد ولم يولد ولم يكن لهم كفوان يعني مكافر وشبيه ونظير ومثير لكامالي سبحانه وتعالي ونظر لكامالي سبحانه وتعالي ونظر لكامالي بيتا فهده هده هده سوره عرفنا سبب تسمية هذه السورة سورة الإخلاص وسبب التسمية لأنها أخلصت في وصف الله وتخلص عليها من الشرك تعدل ذرث القرآن هذا فضل هذه السورة يعني ما نقرأ هذه السورة كأننا نقرأ سنة تقرأ نعم ومتى تقرأ ذكرنا ونلابد أن نعلن هذا ونثبت هذا لله سبحانه وتعالى أخلص هذه السورة نثبت هذا لله ونثبت ما فيه من الأسما أو السفا ونثبت ما فيه من الأسما أو السفا ونثبت ما فيه من الأسما أو النام ونثبت ما فيه من الأسما أو السفا وأنا معذر الله وأنا معذر الله وَلَمْ فِعَنِ اللَّهِ أَشَّبِهُ وَالْنَدِيرُ وَالْمَثِيبِ وَاللَّهُ وَالْمَثِيبِ